عندي سمك فني وعندي بصلية مفرومة وعندي طوم مفروم فلفل حمي مفروم عندي صلصة طماطم متسبكة طيب ما عنديش متسبك يا نونة ينفى ان انا اعمل طماطم بوريه ما عنديش اي مشكلة خالص احنا النهاردة اصلا حطين دي وحطين دي لكن لو ما فيش متسبك ممكن تاخد البوريه عادي عندنا ايه كمان يلا يا لوزة عندنا صلصة طماطم عندي اصيل لمون كصبرة نشفة وكمون وملح حلوة او طيب انا هاخد زودنا كمان حاجة في بقدونس يلا بنا طيب عندي بولا هابدأ ان انا اجمع كل التدبيلة بتاعتي دي فلفل احمر واخضر عندك نوع واحد ما عنديش مشكلة عندك هارسة شطة زي اللي احنا كنا عاملينها ومتعاودين عليها ما عنديش مشكلة ادي طوم كمون السمك حبيب الكمون ماينفعش نحط له فلفل اسود هحط حبة من القصبرة عصير اللمون حبة البقدونس شوية عشان هاخد الباقي معايا الملح لا لا امين هتابل دا كله كده مع بعضه وابدأ ان انا انزل فيه قطع الفلي بس قبل ما انزل فيه قطع الفلي انا عايزة بس هنا اعمل كده جزء من التدبيل وارح اعمله كده واسيبه فيه حوالي عشر دقايق ليه هعمل لعشر دقايق دول يا رغدة ليه هسيب السمك في التدبيل عشر دقايق الله ينور عليكم علشان لازم يتشرب من التدبيلة اللي احنا عاملنا طيب هعمل كده الوقت اللي على النار او الطاصة اللي انا عملتها او الجريل اللي انا عملته حطيت فيه شوية زيت وسبته يسخن قوي وسبته يتقضح علشان ايه علشان لما انزل البصل انا مش عايزة يجيب سوايل مش عايزة نزل مية طيب هنا كده اهو معلقة الزبدة سمعيني السدة ده السدة اللي انا عايزة الزيت يبقى مقدوح فاروح منزلة قطعة الزبدة فيبقى بالشكل ده انزل ايه انزل ثلسة الطماطم علشان تتشكشك وتديني الشكل اللي انا عايزة والسوك اللي انا عايزة ونزل البصر السوس بتاعنا تمام وزي الفل اعمل كده نشيل بس من عنارة عشان البكبكة دي عملة تعمل في وشنا بسم الله حلوة قوي بس محتاجة شوية ملحة بس شوية التدبيلة بتاعت السمك اللي احنا حطناهم مدييني السوس تطعيمة حلوة جدا تحسوا ان السوس نفسه مسكر هاجي هنا واعمل كده بالشكل ده كده شايفين انا بعمل ايه ببدأ ان انا اغطس الفلي نفسه جوه التدبيلة واللي فضل من تدبيلة السمك حطيته على الوش بالشكل ده كده طيب يلا بينا يلا بينا يلا بينا بصوا المنظر بصوا المنظر شايفين البكبكة اللي في الجنب الله اكبر اللهم بارك حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك عليها اشتركوا في القناة